وأعمالي عاية وماشي وراها وعايزي رجع قال قال لا تراجعي قالت يا رسول الأمر ولا شفاعة يعني أنت بتؤمرني أرجع ولا بتشفع قال أنا أنا أشفع أنا بتشفع بس يعني لو إنت عايز ترجعيه رجعيه قالت لها حاجة لي فيه يا رسول الله إني أبغضه أخلاص ما بحبهوش بكرهه وده حاجة وردة عادية جدا أنك واحد يكرر زوجته أو واحد يكرر الجزء عادي فحصل ده قال لها خلاص إيه إذا نردي عليه طيب بعد الطلاق يا فضلت الشيخ إيه الحاجات اللي ما ترجعش يعني واحدها عايزة تعمل خلع بس متجوزة بقالها سنين هل ترجع الشبكة هل ترجع يعني المؤخر الحاجات دي ولا دي خلاص إيه خلاص دي هي بتتنقل الشبكة بتبقى جزء إن كانت جزءا من المهر هي مش بصها خليكها خانا فاهمين حاجة المهر ده ما بيرجعش لبنخلع ولا بدوم الخلع لأن المهر حق الدخول المهر حق الدخول حولها من إله فخلاص دي ملهاش عودة يعني هبتاخد المهر الأول دي مرة واحد بعد كده لكن هي بتتنزل عن النفقة اللي هي اللي هي بتاخدها عند الطلاق اللي هو مآخر صداقة اللي كان مكتوب مثلا دي في حالة الخلع في حالة الخلع إنما مش في حالة الطلاق اللي هو بيقول لها أبريني ما هي لو راحت ما أخد بالك الخلع والطلاق على الإبراء واحد زي بعض بس الفرق إجراءات قانونية يعني لما تقف قدام المأزون فبتقوله خلاص أنا أبرته على الطلاق عشان يطلقها فهي كده أخدت ورقة الطلاق منه إنما الخلع بتاخده عن طريق المحكمة وذلك عند الشخص الذي يعني يناور ولا يريد أن يطلق زوجته عايز يعلقها فإحنا بنرجع للقاضي في الحالة دي وهو طلقني يعني بترجع للقاضي القاضي هو اللي بيطلقها طب هو ممكن الشخص يقول لك إيه أما أنا بحبها وعايزها تكمل طب هو ماله خلاص بهي عايزة تخلع لا لا بس هو يبقى ظالمها وضريبها ومبهدلها وزي كده وهي عايزة تطلق للضرر للضرر حضرك خليك أعرف حاجة مفيش واحدة مفيش واحدة في الدنيا اللي خلقها ربنا هتطلب الطلاق من جوزها إذا كان يعملها بالإحسان وإنا أسف بقى في الجملة حتى لو واحدة كانت يعني شمال خالص وجوزها بيعملها كويس عمرها ما هتطلب أن تطلق شوف أنا بقولها حديث إيه لأن العلاقة الزوجية اللي بين الزوج والزوجة إذا قامت على الحسنة يستحيل أن تطرب المرأة الطلاق لأن المرأة أكثر عاطفة من الرجل يعني المرأة بقى سأقول لك حاجة هو رجالة بتضحك على استدبيه إيه بورداية بكلمة حلوة ده ممكن يبقى مطلع عينيها ويتطب عليها بتسكت موضوع خلص فالمرأة أكثر عاطفة من الرجل وعلى هذا أنا عايز أقول لك ما فيش واحدة بتتعامل كويس في معاملة كويسة وتطلب الطلاق بتطلب الطلاق دي إذا كرهته شيء نفسي عندها مش هي شافت وعد تاني في عبد الله فش كلام ده الشيء نفسي ممكن ممكن واحدة تتحمل جزء عشر سين عشر سنة لكن هي كانت مش فاهمة إذا فجأت أنا حاسب تكره أو ما بتحجبوش أو لما تحدث بينهم عاطفة لأن العاطفة حق أصيل من حقوق الزوجية طب وهل لو كرهته نتيجة بعض الأشياء يعني أو كده ملهاش حق بعد عشرين سنة ملهاش نفق بعد عشرين سنة قرآن قال لها فإنكري تمهنة فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله في خيارا كثيرا يعني وإنكري بس خلي بالك ممكن الواحدة تبقى بتكره جزء لكن هي يعني في حاجة إليه فخلاص بتكمل حتى زي ما تكملت من الأول لكن في واحدة ليست في حاجة إليه وهي تكرهه خلاص عايزة تنفصل خلاص دي برحالة طيب موسيقى